ويقول أيضاً يتشبث شيخنا بهذه الرواية يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم غصباً عن كل الذين يسبونهم نعم وأزواجه أمهاتهم ماذا تعني هذه؟ هذه لها جنبتان جنبة إكرام وتعظيم وجنبة حكم شرعي أما جنبة الإعظام والتكريم فتفسرها آية أخرى في كتاب الله عز وجل يا نساء النبي لستنك أحد من النساء لكن مقام أعلى من بقية النساء هذا صحيح ولكن هناك شرط لستنك أحد من النساء إن اتقيت فإذا تجردت إحداهن من التقوى انحطت وصارت أخسة من كل النساء صار واضح؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن كل النساء في الدنيا إذا أذنبن لهن شنو؟ عذاب واحد أما الواحدة من نساء النبي إذا أذنبت فلها ماذا؟ ذنبان ضعفان من العذاب يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتون ويقول تعالى من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وهذا كاشف عن أنها انحطت دون سائر النساء دون سائر النساء هذه كلها الجنبة الأولى ركز معنا يا بكري يوم واحد أو ساعة واحدة صير عاقل تفهم ساعة واحدة نطلب مني بس شوية حتى تفهم كتاب الله عز وجل الجنبة الثانية التي تتحدث عن مجرد حكم شرعي تداوله الفقهاء عندنا وعندكم وهو بمعنى أن وأزواجه أمهاتهم حرمة نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وآله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكح أزواجه من بعده أبدا فإذا هذا الأمر الثاني مسلم سلمنا به مع أنه نقض في الحقيقة فإن أبا بكر أجاز نكاح إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله التي توفي وهي لا تزال في حبالته لا تزال على ذمته وهي قتيلة بنت قيس الكندية قال جائز لماذا لأنها ارتدت آمنت بمسيلمة الكذاب ثم عادت إلى الإسلام فقال هذه ردتها نعتبرها بينونة انقطعت عن النبي صلى الله عليه وآله فتزوجت عكرمة ابن أبي جهل وافق شن طبقه ما علينا بهذا الآن هذه بحد ذاتها فاحشة ترى بالمناسبة بس ما علينا به نحن نتكلم في الجنبة الأولى وهو إكرام أزواج رسول الله نعم نحن أيضا نكرم أزواج رسول الله بس الفرق بيننا وبينكم أنه نحن لسنا بمطايا احنا ما مطايا اللي تستغفلنا أو تمتطينا عائشة نحن نميز بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله نعرضهن على كتاب الله كتاب الله يقول إن اتقيتن فمن وجدناهن منهن متقية على العين والرأس مثل من؟ أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين أم سلمة سلام الله عليها أم المؤمنين ميمونة سلام الله عليها مثلا على العين والرأس هؤلاء أما إذا وجدنا فاسقة منهن فاسقة فاسقة تعرف معنى فاسقة؟ شلون تريد مني أن أحترمها؟ كتاب الله أثبت فسق عائشة أنتش عجب؟ رأيت آية هنا وأهملت بقية الآيات يعني أنت رأيت وأزواجه أمهاتهم وهي آية عامة ليست بخاصة ولم تقرأ قوله تعالى فقد صغت قلوبكما وهي خاصة في عائشة وحفصة ما معنى صغو القلب؟ معناه الانحراف والزيغ والفسق صغو القلب يعني قلب مريض وإلا لماذا يطالبهم الله بالتوبة إذا القلب صافي مؤمن عامر بالإيمان إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني قلوبكما تلوثت تلوثت بأي شيء بالفسق بالانحراف بالضلالة بالزيغ الصغو هو الانحراف والميلان الميلان عن الجادة فشلون تريد مني أن أحترم هاتين المرأتين لمجرد أنهما عقد عليهما رسول الله أثم ماذا؟ كم من امرأة عقد عليها رسول الله وطلقها؟ كم من امرأة عقد عليها رسول الله وآذته ونزل بها قرآن؟ كم من أنبياء الله كانوا قد عقدوا على نساء وكنا كافرات خائنات زوجة نوح زوجة لوط عليهما السلام زوجة هود في بعض الروايات عليه السلام يعني ثم ماذا يعني؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما مثل ضرب لمن؟ لعائشة وحفصة هذا المثل ضرب لهما فبعد هذا كل تريدني أن أحترمهما بدعوى أنهما زوجتان لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأن القرآن قال وازواجه أمهاتهم يا أخي القرآن وضع شروطا أين أنت من هذه الشروط؟ أين أنت من هذه الشروط؟ هذا كمثل القائل الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله أوجب علينا إكرام ذريته صح؟ كرام ذرية ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أمر واجب مطلوب في الشريعة لكن حتى لو كان هذا الواحد منهم ظالما طاغية فاسقا فاجرا مثلا هذا لازم أيضا نكرمه نعظمه مثلا لا قائل بهذا في شريعة الإسلام أين يتاه بكم؟ إلى متى لا تتحررون من هذه العلاقات العلاقات النسبية العلاقات السببية كالزواج والنكاح وما شاكل هذه كلها عند الله وعند رسوله لها شروط رأسها وعمدتها التقوى عائشة كان لها تقوى بالله عليك؟ امرأة جيش الجيوش ضد نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ضد خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصي رسول الله علي بن أبي طالب وتحدث هذه المقتلة العظيمة هذه امرأة كانت متقية لله والله عائشة ما تعتقد بنفسها أنها هي متقية هي بنفسها ما تعتقد أنها كانت من المتقيات هي تقول تصرح تعترف على نفسها تقول أنا أحدثت بعد رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأرجو أن تتحرروا من هذه الترهات كونوا عقلاء ولو لساعة حتى تتحرروا من هذه وتنشرح صدوركم للإيمان إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر